بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البرنامج التريند حلقة النهاردة هنبقى نتكلم فيها على مباراة التراجي التونسي زهاب المباراة النهائية والدور النهائي لربطة الأبطال الإفريقية المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب حمد العقربي في رادس لقاء الزهاب في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة حلقات القادمة كلها هيكون تركيز أكتر على مباراة التراجي الكواليس لاستعدادات أخبار الاجتماعات اللي هتتم في الساعات القادمة من قبل الاتحاد الإفريقي للتنسيق بشأن موعد المباراة النهائية كنا نتكلمنا في عدة تفاصيل قبل كده لكن بالطبع خلال الحلقات اللي جاية تدعم من النهاردة هنتكلم عن كواليس جديدة وآخر الأخبار وكيف يستعد الأهلي لهذه المباراة الهامة جدا والحاسمة ونقدر نلقي أهم مباراة للأهلي خلال هذا الموسم ربنا يوفي الأهلي إن شاء الله في مباراة التراجي سواء زهابا في تونس أو العودة إن شاء الله في القاهرة يوم 25 مايو كمان هنتكلم على القايمة اللي ممكن يستعين بيها مارس الكولر في تدريبتين خلال الفترة اللي جاية نهاردة الفريق أجازة في الثلاث والاربع القايمة اللي هيستحبها مارس الكولر أبرز اللاعبين السفر إمتى كل الكواليس والتفاصيل دي هنتكلم فيها وكمان عندنا تفاصيل التراجي بيستعد إزاي في مفاجآت بشأن فريق التراجي في وفد موجود في القاهرة فكل الكواليس دي هنتكلم عليها بشأن هذه المباراة الهمة جدا بعد خلاص ما أفننا الملف المحلي وخلصنا الأربع مباريات والضغط اللي تحط فيها الأهلي في الفترة الأخيرة كمان هنتكلم النهاردة على الأربع طلبات العجلة اللي وجهها النادي الأهلي إلى مسؤولي اتحاد القرى بالأمس عندي التفاصيل وعندي كواليس وعندي كلام مهم جدا في هذا الشأن وعندنا رد قاطع في مسألة حسين الشحات ومحمد الشيبي وهنا من أول وهلة زي ما بيقولوا كده في اللغلة العربية قلنا لحضراتكم أن لجنة الانضباط أصلا لجنة غير مختصة في متابعة هذا القرار لأن القرار في مثل هذه القضايا هو قرار الاتحاد المصري والشؤون القانونية وليس الجهات أو اللجان التي تعمل داخل الاتحاد نهاردة عندي تفاصيل في هذا الشأن هنتكلم على فكرة الاتحاد الدولي كيف يتعامل في مثل هذه المواقف مع الاتحادات الوطنية وكلام مهم جدا كمان على موضوع التحكيم لأن الأهلي دلوقتي بدأت يتكلم على فكرة الاستعانة بالحكام الأجانب خلال الفترة اللي جاي حالة فيها كواليس كتير وتفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في طلبات الأهلي العاجلة للاتحاد الكورة تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال اللي موجود على شاشة قرارات الأهلي من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض رأي حضراتكم في طلبات الأهلي العاجلة أربع طلبات سواء في مسألة الأجندة الدولية سواء في مسألة قصة حسين الشحاة ومحمد الشيبي أو حتى في موضوع التحكيم وأزمات التحكيم ودور لجنة الحكام أو حتى الموضوع الرابع القرار اللي خدوا اتحاد الكورة اللي كان المفروض يتخذ فيه قرار قبل سنة وثلاثين في مسألة إخفاء خطاب الجهة المنظمة لمباراة نهائي دور أبطال إفريقيا كل التفاصيل دي هنتكلم فيها النهاردة ونستعرض أراكم في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي بسرعة لأهم إيه العنام؟ البداية في تريند الأهلي الأهلي يحدد أربع طلبات عجلة من اتحاد الكورة وكمان الفريق راحة من التدريبات اليوم وفي التريند المحلي الكيني بيتر كاماكو حكما لمواجهة مصر وبوكينا فاسو في تصفيات كأس العالم نروح لإستعرض مباراة اليوم وإحنا في وسط الأسبوع بتبقى طبع المباراة المهمة مش كتيرة والمباراة كلها بتبقى عدد قليل جدا ومحدود ولكن نروح للدور الإنجليزي النهاردة في الساعة العشرة من مساء اليوم أستون فيلا هيستضيف ليفربول وفي نفس التوقيت أيضا ضمن مباراة الدور الأسباني وحنا بتكلم خلاص في آخر ثلاثة جولات في الدور الأسباني أو الإنجليزي أيضا في نفس التوقيت الساعة عشر ببرشلونة هيستضيف ريال سوسيدات نروح للدور الإيطالي والنهاردة في مباراتين ليتشي على ملعبه الساعة سبعة ونص هيستضيف أودونيزي وفي العشرة الربع في رونتينا هيستضيف موينزا دي أبرز مباراة اليوم ومشاهدة ممتعة بإذن الله لكل السادة المشاهدين متابعي ومحبي الدوريات الأوروبية في الفترات الأخيرة خاصة الدوريات الخمس القبر فاصل ثم نواصل طيب مباراة الأهل والترجي التونسي مباراة صعبة جدا مباراة مهمة جدا المباراة الأولى هتتلاقي في رادس يوم السبت المقبل بإذن الله الساعة العشرة مساء بتوقيت القاهرة ومباراة هيديرها تقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا الآن جدا مش عايز أتكلم عن التحكيم كتير بس أنا الآن جدا نتيجة اختيار الموريتاني دحان بيدا على تقنية الفيديو وهو أنت لو سألته يمكن لو حد ليه علاقة بدحان بيدا وسأله كده حتى بشكل مباشر مبارياتك مع الأهل الفترة غير أقول لك أنا مش محظوظ مع الأهل كل مبارياتي مع الأهل فيها أخطاء تحكيمية سواء من الملعب أو حتى من الفار فعموما نتمنى يا رب يكون موفق وما يكونش عنده أخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء نفس الأمر ليه مصطفى غربال الفترة الأخيرة كل المباريات اللي بيدرها للأهل سواء إفريقيا أو حتى في كاس العالم الأندية اللي أقيمت في المغرب قراراته كانت عكسية وكانت فيها أخطاء تحكيمية وهو حتى الفترة الأخيرة مستوى التحكيمي مزي ما كان موجود من 3-4 سنين فأنا تمنى يا رب بإذن الله يكون التحكيم على قدر وقيمة وحدث هذا اللقاء لكن على الجانب الآخر وانت في الملعب مهم جدا أنك تركز في الجوانب الفنية لو حطت التحكيم في دماغك بتخسر وشوفنا مبرح مباراة في الكنفدرالية كلام عن التحكيم كتير خلى لعيبة نزلة مش مركزة فضرب الجزاء في البداية الأجواء ما كانتش كويسة مباراة في مباراة الزهاب في الكنفدرالية فمش عايزين نركز على التحكيم كتير ولكن التخوف مطلوب والحزر مطلوب والتركيز في الملعب أتمنى يكون أعلى وأفضل وأتمنى رسالتنا توصل سواء للمسؤولين في الكابة أو حتى للحكام أرجوكم يا جماعة فاينال دور الأبطال مش عايزين في أخطاء فاينال دور الأبطال الفار يكون الناس حريصة جدا على المتابعة ومتابعة كل الإجراءات واليتشيك على الفار يكون من بدري وكل الإجراءات تكون تمام نتمنى يا رب بإذن الله ده يكون موجود في مطلوب الفاينال أما على الجوانب الفنية بقى طبعا النهاردة الفريق خد أجازة بعد ما استقنف التدريبات بالأمس وهيكون فيه تدريب بكرة يوم الثلاثاء ويوم اللاربع والصفر مساء يوم اللاربع إلى تونس عشان تتمرن يوم الخميس على ملعب الجامعة التونسية وهتتمرن يوم الجمعة على ملعب المباراة وتلعب المباراة يوم السبت وترجع على طول بعد المباراة عشان تحضر للقاء العودة اللي هيكون بعدها بإسبوع على استاد القاهرة الدولي بحضور سبعين ألف مشجع طيب الفريق هيستعد ازاي في الأيام اللي جاية هل الفريق كان بقاله فترة الجهاز الفني تركيزه على المباراة المحلية بس طبعا لكن كان فيه شغل للسكاوتينج على مباراة الترجي وتم تحضير عدة تفاصيل خاصة بمباراة الترجي وفي الفترة اللي الأهل يلاقف فيها مباراة محلية كان الترجي بيلعب فيها أيضا مباراة محلية في الدولي التونس حتى بالأمس الترجي كان بيلعب مع النجم السحلي والمباراة نتهي التلاتة اتنين وكانت مباراة مثيرة جدا وكان فيها أيضا أخطاء تحكمية من الطاقم التونس اللي كان بيدير اللقاء ولكن انت دلوقتي داخل على مباراة الفايلل ونقدر نقول بإذن الله ان شاء الله مش هيكون عندها غيابات كتيرة عكس ما كانت موجودة في مباراة مازينبي أو في مباراة سيمبا في الفترة اللي فاتت نقدر نقول يعني امكانية سفر عمر السلية واحمد عبدالقادر مع الفريق يوم اللاربع خمسين خمسين بكرة هيكون في تدريب جماعي هيبدأوا المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بس هال ممكن يسافروا مش محسومة بنسبة مئة في المية نقدروا خمسين خمسين طيب محمد الشناوي وقاليو ديانج التأشيرات وأمور الخاصة بالرحلات الخاصة بالأهلي في لقاء تونس أو لقاء الترجي في تونس كل اللعبة تم إنهاء الإجراءات الإدارية سواء التأشير أو التسكين بفندو والإقامة كل ده تم الاتفاق عليه فإمكانية استحاب محمد الشناوي وقاليو ديانج عايز أقول لكم واردة بنسبة تتخطى التسعين خمسة وتسعين في المية لأن انت في النهاية ممكن تسافر بثلاثة وعشرين لعب أو خمسة وعشرين لعب لكن هناك هيبع عندك قيمة عشرين لعب حيث عشر أساسي وتسعى لدكة مدلاء فإمكانية تواجد الشناوي ديانج بإذن الله إن شاء الله تدريب بكرة وتدريب بعد بكرة يمر بسلام ما فيش أي مشاكل أو إصابات وارد جدا يكونوا موجودين بإذن الله في رحلة الأهلي إلى تونس إن شاء الله يوم اللاربع وده شيء مهم جدا بالنسبة للفريق خلال الفترة اللي جايه لأن طبعا عناصر الخبرة مهمة جدا في مثل هذه المباراة الكبيرة السؤال اللي بيطرح على طول أنا دايما مش بحب أنا شوالا هتكلم فيه الشناوي حارس مصر الأول ومصطفى شبير حارس وعد تقلق وتعاملق في المباراة الأخيرة وأثبت بما لا يدع مجالا للشك إنه جدير بحراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر أيضا في المستقبل فهي مشكلة لذيذة بالمعنى الفني اللي ممكن أي مدير فني يعلق عليها مشكلة لذيذة عندي حارس أساسي وحارس جيد جدا فبالتالي الأهلي ما عندهش مشكلة في مركز حراسة المرمى وعلى فكرة ده نفس الأمر أيضا في الترجي بس الإعلام التونسي بيتناولش الموضوع بالشكل ده عكس الإعلام المصري ترجي عنده أمانا لما ميش حارس عنده عشرين سنة أصغر من مصطفى شبير باربع سنين موليد ألفين وعنده الحارس الاحتياطي المعز بن شريفية حارس الأساسي اللي كان حارس للترجي على مدر أكتر من عشر سنين وحارس للمنتخب التونسي فإن شاء الله بإذن الله يكون الشناو أليو ديانج موجدين طيب في وفد من الترجي التونسي موجود في القاهرة بقاله أسبوع ناس كثيرة مش واخدة بالها من التفاصيل دي الترجي بيحضر للأهلي بقاله أكتر من أسبوع وحضر ما لا يقل عن مباراتين ثلاثة للأهلي في القاهرة وفي بلدية المحلة مطش بلدية المحلة اللي تلعب في غزل المحلة فريق من السكاوتينج مع فريق من الجهاز الإداري موجودين في القاهرة بقالهم أسبوع حجزوا كل الأمور المتعلقة بالإقامة التنقلات ملاعب التدريب كل الأمور اللوجستية الخاصة بفريق الترجي حتى الاجتماعات اللي هتم على الاتحاد الإفريقي كانت موجودة في الساعات الماضية مع مسؤولين الكاف حتى في مقر الكاف في 6 أكتوبة فالناس محضرها نفسها من بدري وموجودين من بدري وبعتوا طائم سكاوتينج للتحليل الفني حضر مباراة للأهلي هنا حضر مباراة للأهلي في برج العرب وكانوا موجودين في مباراة بلدية المحلة فالناس بتتابع الأهلي مش بقولك بقى من خلال الستيديهات والسكاوتينج والهاي لايتس لا ده حتى من خلال المباراة وعن كرب فالترجي بيحضر كويس جداً لمباراة النادي الأهلي طيب الأهلي هيستعد إزاي لهذه الجزئية النهاردة بإذن الله الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي خلال الساعات دي خلاص بيستعدوا للصفر إلى تونس عشان يحضروا كل الأمور الخاصة بالإقامة بالتنقلات باستقبال الفريق يوم اللاربة حوالي الساعة 12 بالليل بتوقيت القاهرة كل الأمور دي النادي الأهلي بيشتعل عليها بلدائم من النهاردة وفيه صفر للكابتن خالد بيبو مدير الكورة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري ده جانب الجانب التاني الحضور الجماهيري كيف سيتعامل الكاف مع الحضور الجماهيري سواء للأهلي أو للترجي في المباراتين زهابا وإيابا بكرة الثلاثاء في اجتماع للاتحاد الإفريقي مع النادي الأهلي وأيضا في اجتماع آخر مع نادي الزمالك لأن الساد القاهرة هيصديف نهائي الكونفدرالية الحد اللي جاي 19 مايو ونهائي دور الأبطال يوم السبت اللي بعديه يوم 25 مايو ففي اجتماعات مهمة جدا للاتحاد الإفريقي مع كافة الجهات المعنية من الناحية الطبية من الناحية الإدارية من الناحية مسؤولي الاستاد من الناحية الأمنية كل ده بيتم عشان يتم الاتفاق عليه على فكرة التذاكر برضو الاتحاد الإفريقي لي نسب تذاكر تبقى للليحة التسويق ففي تفاصيل كثيرة جدا هنشوفها ونعرفها بكرة بعد الاجتماع اللي هيتم ولكن تبقى للليحة جماهري الترجي هتيجي القاهرة عشان تحضر مباراة الأهلي ولقاء الفاينال الساعة المحددة تبقى لللوايح 5% من ساعة الملعب يعني الملعب لو فيه 70 ألف احنا بنتكلم في 3.500 مشجع لجماهري الترجي لا هيزيد ولا هيقل لو عدد أقلي من كده ده أمر اختياري لفريق الترجي وجماهيره لكن أكتر من كده مش هيبقى متصق مع اللوايح فاحنا عارفين ان اللوايح بتقول 5% لجماهير الفريق الضيف الملعب بيسع 70 ألف يبقى جماهري الترجي هتيجي ليها 3.500 مقاط طبعا كان فيه مساعي ان يكون فيه معاملة بالمثل حسب ما وصلني من الزملاء والأصدقاء في تونس ان مثلا ندي بدل 5% بقى 10% والأهلي برضو لما يسافروا جمهوره عايز يسافر يبقى ليه 10% ولكن طبعا الأمر ده مش هيتصق مع اللوايح واعتقد يعني كمان فكرة الصفر بالعدد الكبير من القاهرة لتونس مش هتبقى بنفس القياس لو انت شايف جماهير جاية من تونس للقاهرة فانا هلتزم باللوايح 5% لجماهير الترجي فبالتالي هيبقى حوالي 3500 مشجع في إحدى الدرجات اللي هيتم تحددها من قبل الجهات الأمنية في الاجتماعات اللي هتم فيه الفترة اللي جاي ده كل الكلام المتحد الوقتي بخصوص مباراة الأهلي والترجي وبالتأكيد مع الأيام اللي جاية هنحاول نعرف شوية من المشهد ومن الصورة ونعرفكم على التفاصيل المتعلقة بالجوانب التنظيمية وبالجوانب الفنية أيضا لهذا اللقاء الهام اللي هيكون الشغل الشاغل لنا خلال الفترة اللي جاية لغاية موعد المباراة النهائية في القاهرة 25.5 بإذن الله طيب أروح لجانب تاني وهو جانب مهم جدا لعلاقة بطلبات النادي الأهلي اللي وجهها بالأمس مساء إلى اتحاد الكور أنا على مدار الفترات الأخيرة وأنا حتى قلت الكلام دا بارح لما بننور كده لمبة حمراء في بعض الموضوعات لازم الناس تشعر أن فيه خطر بيهدد الآلف في بعض الملفات وأنا دايما مش عايز أقول باب أزعلان بس بقبر دماغي ما بحبش أروح للتفاصيل دي لما لاقي ناس بتنتقدنا أنتوا ليه دايما بتهجموا الخبير الأجنبي إحنا مش بنهاجم الخبير الأجنبي إحنا شايفين أن فيه أخطاء موجودة ومرت الأيام وبعد عدة حلقات النهاردة هو النادي الأهلي بيقول اللي إحنا كنا بنحذر منه في الفترات الأخيرة والنادي الأهلي النهاردة وصل لمرحلة بما يرى من أخطاء تحكينية تنظيمية وفنية اللي إنه وصل الأمر إن الأهلي دلوقتي حاليا بيطالب بالاستعانة بحكام أجانب وإن النادي الأهلي هيختار المباريات أو الأحداث اللي ممكن يشوفها إنها محتاجة حكام أجانب ويطلبها من الاتحاد المصري لاحقا على أن يتحمل النادي الأهلي التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك طبعاً كلام النادي الأهلي على الأخطاء التحكمية بعد الأخطاء التحكمية الصعبة جداً اللي حصلت في مباراة الأهلي والبلدية والمجمالات اللي تمت أيضاً في مباراة سموحة والزمالك واللي على أثرها على فكرة محمود البنة موقوف ما بيحكمش دلوقتي ومحمد الصباحي نزل وحكم في تقنية الفيديو بعد الأخطاء اللي شفناها في مباراة الزمالك وسموحة وكملت بمباراة البلدية والأهلي باختيار حكم صغير السن ناتجة أن بريرة أصلاً مش عارف هو بيركز في الفنيات ولا مدي المهام دي الحد تاني ولا بيشتغلها إزاي أنا بقيتش قادم بصراحة الراجل ده بيشتغل إزاي وفي نفس الوقت حكم تقنية الفيديو كابتن طريق مجدي أخطاءه بات متكررة كتير جداً مع مباراة الأهلي ولو حد سأله والله هو أنا بقولها هو لو حد سأله كابتن طريق مجدي أنه هو عارف أن كل مباراة الفور مع الأهلي عنده أخطاء تحكمية جسيمة من أول مباراة بيرامدز مع الأهلي كان بيديرها وقتها جهات جريش قبل الاعتزال شوف أنا رجعت عملت فلاشباك لثلاثة أربع سنين وراء فالاختيارات نفسها عليها مليون علامة استفهام الأخطاء الفنية في المباراة عليها مليون علامة استفهام القرارات في حد ذاتها والصفارة اللي بتطلع للأهلي واللي بتطلع للمنفسين فيها تضارب المعايير مش واضحة على فكرة جزء من الخطأ ده عند اللجنة قبل ما يكون عند الحكام لأن أنا اكتشفت كمان من الحاجات الغريبة أن بيريرا مش بيعمل محاضرات للحكام الكابتن محمد فاروق مش محاضر تحكيمي عدد من أعضاء اللجنة ما بيستعينوش حتى بالمحاضرين اللي موجودين برا وده أمر أنا شايفه غلط كبير يعني هل اللجنة بتستعين بالكابتن جمال غندور ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالكابتن تامر دوري ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالحكام اللي عندهم لايسنز ودراسات وقرصات حتى اللي كانوا موجودين في رواندا قبل كده ما بشوفش ده ليه أنا أنا مش قادر أتخيل برضه وأفهم هل اللجنة بتشتغل مع الحكام بدون محاضرات مش عارف برضه ده بيشتغل إزاي عشان جدا الأهل النهاردة بتكلم على حكام أجانب وليه الحق الكامل أنه يطلب حكام أجانب ليه بيطلب حكام أجانب لأنه شايف لجنة ما بتشتغلش شايف خبير أجنبي المفروض كان جاي بعقلية الأجانب والأوروبيين اللي هيشتغلوا ويديروا ما بقاش يشتغل بالشكل ده بقى يشتغل بالشكل اللي ممكن يتقلق خليك كده حدش يزعل بريرا في فترة من الفترات كان بيعين حكام كان بيتم بتغيير الحكام وفي مباراة الأهل والزمالك اتغير طاقم تحكيم مباراة نهاء الكسف السعودية وبيريرا ساعي تهدد بالرحيل بعد ما تغير مشي لا ما مشيش يبقى أنا هنا وقتها أحط مليون علامة استفهام أنت لو خبير أجنبي وعايز تشتغل صح ما تش هتسمح لحد أن يقصر المنظومة اللي أنت حاطتها بس بما إنك سمحت أن المنظومة قصرت لا يبقى تعال هنا نبدأ أنا حزبك نقولك أنت بتشتغل إزاي هي القصة مش في البرنيتة واللغة الأجنبية أو اللغة البرتغالية اللي بتحدث بيها والإنجليزية إحنا عايزين تطوير بجد هل الحكام بيبقى فيهم تطوير؟ لا ما فيش تطوير أقول لكم على مفاجأة دلوقتي وأنا معكم على الهوى والله يمكن الفيفا النهاردة عين أسماء الحكام اللي هتشتغل على مباريات في تصفيات إفريقيا الموهلة الكس العالم وأنا هنا اتكلمت كتير وقلت يا جماعة في عندنا حكام مطلوبين في المباريات الإفريقية والمباريات الدولية اهتموا بيهم اديوهم مباريات كبيرة سواء أمين عمر أو محمد معروف أو محمد عادل أو حتى محمود عشور على تكنية الفار النهاردة وإحنا بنتكلم على تصفيات أفريقيا الموهلة الكس العالم عندك مثلا مطش أنجولا والكاميرون هيديروا الكابتن محمد عادل طب الكابتن محمد عادل في المباريات المحلية بياخد مطشات كتيرة ما بياخدش مطشات كتيرة أمين عمر مرشح كاس عالم عشرين ستة وعشرين بياخد مطشط كتيرة ما بياخدش مطشط كتيرة على فكرة بالمناسبة محمد معروف كمان عنده مباراة مهمة جدا في تصفيات كاس العالم أعتقد جنوب أفريقيا حاجة زي كده برضو لسه هتأكد من الأسماء لما تجيلي لستة الحكام كلها لكل المباريات وبالمناسبة قادي مباريات مهمة الفيفا والكاف بيتعاملوا مع الكابتن المحمود البنة إيه حكم رابع عشان أقولكم إن فيه خلل في المعايير الحكام اللي مطلوبه برة ما بتحكمش مطشط هنا والحكام اللي بتطلع برة سواء إيه فار أو رابع بياخدوا أهم المطشط هنا فيه حاجة مش مظبوطة عندك اتنين رايحين كاس عالم ما بياخدوش مطشط مطش القال والبلدية أليه محمود ناصف حلو كوي صغير بس في أول الدوري مش دلوقتي فين أمين عمر محمد معروف شفته أداءه اختلف إزاي لما سافر ولما حضر كاس عالم ولما حضر مباريات مع الاتحاد الإفريقي سواء هو أو عادل أو حتى أمين المعايير اللي برة غير المعايير اللي هنا فابتدى الرجل يشتغل وابتدى مستوية حسن لكن لما بيخشوا فيه طريقة العمل هنا بتلاقي المستوية اللي انت شوفتها في مطش البلدية ومريدية المحلة والأهل روح على لسة الفار في القائمة الدولية بص على لسة الفار مين فيهم بيقرب بس من مطار القاهرة يسافر بيحكم برة ما فيش غير محمود عشور ومحمود أبو الرجال أحيانا لما بيتم اللي استعانا بيه فيلفار مش في الملعب لكن باقي الليستة لا طارق مجد بيسافر ولا عمر الشنو بيسافر ولا حسام عزب حجاج بيسافر ولا وقل فرحان بيسافر ولا حتى اللي كان رقم 8 محمود بسيوني بيسافر ما فيش ما فيش حد بيسافر فالتعامل من اللجنة مع الحكام داخلان وخارجيا مش مصبوط مش مصبوط فعشان كده اللي بيطالب بحكام أجانب الناس هترد عليها تقول لي بيريرا رافض مع كامل احترام لبيريرا انت من صاحب قرار القرار قرار الاتحاد اللي لا يبعث هيلعب بيرامدز عايز حكام أجانب هيبعث الاتحاد الكوراشيكو في التوقيت القانوني انت مطالب انك تخاطب الجهات المعنية برة لكن مش تقول هرفض مش قرارك مش بتاعتك ما انت هيتمشي التحكيم كله صح ياما تمشيه على مزاجك ماتش أو ماتش لأ فرسالة اللجنة الحكام اعودوا لو في خطأ النادي الأهل هيقول في خطأ خبير أجنابي والناس تفتكر حق اتصد لا الكلام ده مش مع النادي الأهلي ولا مع اعلام النادي الأهلي عنقول في غلط في ناس تانية بتاخد حقها زيادة عن حقها وبتعترض لكن احنا لما بنشوف أخطاء كارثية بعد السنين دي كلها جايين نتكلم لاجا معها في مشاكل آخر مرة الأهل الكلام على التحكيم كان من سنتين ثلاثة ليه ساب الناس تشتغل ادى الناس مساحة حرية ادى الناس مساحة تحط خطة عمل لكن في النهاية شاف زيت زي عبيد عصام زي بريرة زي كلاتنبرج ايه اللي جديد بقى ايه اللي حصل ولا حصل اي حاجة فيه اللي الاتحاد الاتحاد مش دريان طب تعالوا للموضوع الاتحاد الهل هيلعب كاس مصر هل الاتحاد الكورة بعت للأهل لاحة كاس مصر لا طب هل شروط وجواز والنظام التسويق الخاص بالبطولة بعت للأندلة تلعب كاس مصر لا طب هي السند اللي احي اللي على اساسه الاهل هيلعب دور الاتنين وثلاثين بدون الدوليين مفيش ده انت حتى على مستوى مش التحكيم بس ده انت حتى على مستوى المصابقات زيرو فاشل فيه الليحة الكاس يا حاجة عامر مش موجودة بقى هنا بقى لايحة الكاس دي الاتحاد مش الربطة الاتحاد مش الربطة فانا هكلم عامر حسين وإدارة الاتحاد لأن الكاس بيتبع إدارة الاتحاد مش الربطة فين اللايحة مابيش لايحة فجأة كده العب بدون الاتنون وتلاتين يوم تمانية وعشرين او تسعة وعشرين مايو تسعة وعشرين مايو مع الالمونيوم فجأة كده هتلعب بدون اللاعبين الدوليين هنضم المنتخب مصر ليه اصل الكابتر حسام عايز ياخد اللعيبة قبل الاجندة باسبوع ده تبقى للوايح غير قانوني طب قبل كده لما النادي الاهلي وافق للمنتخب ولاتحاد القرى ان يسيب اللعيبة كان فيه اتفاق بس هل الاتفاق ده المنتخب التزم به قالك لا ليه بقى الاهلي قالك ايه في البيان نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفاني للاهلي ونظيره في المنتخب حتى لا يتعرض لعب الاهلي الاصابة للأسف لم يحدث اي التزام تبقى للكلام اللي كان ما بين كولر وحصام حسن وقال الاهلي لما تحصل اجتماع ما بين الاتنين الاهلي طلع وقالك ان فيه اتفاق بين الطرفين بخصوص المباراتين اللي هيتلعبوا في اجندة مارس جهاز المنتخب لم يلتزم بالاتفاق خلاص انا هلتزم باللوايح فيه لوايح منظمة انت الاجندة تبدأ تلاتة ستة عايز تاخد اللعبة من تمانية عشرين خمسة طب افرد انا كجهاز فاني للاهلي عايز اخلص ماتش الفاينل خمسة عشرين خمسة هدي راحة لللعبة اربع خمسة ايام والعب ماتش الكاسب عناصر تانية تجي انت تاخدهم تلعب بيهم او تعمل بيهم معسقا للمنتخب مصر بلعبة ما رايحتش هيخلصوا الاجندة يوم عشرة هيرجعولي كل اتنين وسبعين ساعة يلعبوا براف الدوري طب ما لعبت كده ما رايحتش يبقى مين اللي هيتضر؟ أنا النادي الاهلي اللي هيتضر طب المنتخب هل افاد الاهلي؟ لا ما افادش الاهلي المنتخب بس او جهاز المنتخب شاف بس هو هيتعامل ازاي ما انت لازم تتعاون مع الاندية ما في النهاية الاندية دي لو لعبت على اعلى مستوى ده هيفيدك هي الفكرة مش انا هستفيد ايه وغير ما يستفيدش ايه لازم المصالح تكون مشترقة لان الاندية دي في النهاية بتلعب عشان تفيد المنتخب مصلحة المنتخب ان الاهلي لعبته تاخد اجازة اربع خمس سيام بعد مات شفائنا الافريقيا انك لما تاخدهم على طول من اتضرل النار عشان معسقر وتلعب ماتش يوم ستة ويوم عشرة مع بوركينة وغينية انت ممكن تتجدد اصابات تانية لعيبة تانية وفي الاخر ما تلاقهمش لان انت دلوقتي حتى داخل معسقر جاي بتاع اجندة ستة ومش لاقي لعيبة نتيجة الغيابات والاصابات العزيدة فلازم يكون فيه تنصيق وتعاون بس لما يتم تنصيق وتعاون لازم الاتحاد وجهاز المنتخب يلتزم بهذا التنصيق طب لايحة الكاز اتبعتت ما اتبعتتش طب هلعب ازاي معك بطولة كاز وانا مش عارف قصة لايحة البطولة ايه واحنا هنفضل في العك ده كل سنة نفس العك بتاع كل سنة مفيش فايدة طيب خش على الموضوع التالت وهو موضوع متعلق بيه حسين الشحات ومحمد الشيبي طيب انا عايز افهم الاتحاد اللي طلع خبر او مش طلع خبر ده بعت مستند رسمي لبيراميدز واحنا استعرضناه هنا كذا مرة واتكلمت هنا في الموضوع ده قبل كده لما ايهاب الكومي طلع صرح وقال طلع صرح وقال احنا بعثنا للفيفا نشوف رأي الفيفا في الشأن ده وانت اساسا واخد قرار وبعدته للاندية وقلت انه حصل مخالفة للايحة النظام الاساسي للفيفا ولاتحاد الكورة طيب بعد ما اعترفت انه فيه مخالفة احلت الملف لاجنة الانضباط لاجنة الانضباط لغاية دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم مبارح ما خدتش قرار والفيفا رد على الاتحاد وقال له ده شأن داخلي وانبارح كان في اجتماع الاتحاد الكورة مع اللجنة او مع الاعضاء بيتكلموا في هذه القضية ايه المفروض يتخذ في الفترة اللي جاية قلت لحضراتكم قبل كده ان لجنة الانضباط ليست مختصة بالنظر في هذا الموضوع ليه؟ لان اتحاد الكورة لما بعث لبيراميدز قال له نصا صراحة اللاعب خالف لائحة النظام الاساسي للفيفا ولاتحاد الكورة فانت بتحول الانضباط ايه؟ عشان ياخد عقوبة بل انضباط قصة لسه متناشي الموضوع من اوله وممكن قصة لجنة الانضباط تبقى لللوايح لائحة الانضباط مش شايفة بالنسبة لان في حاجة لكن انت كانت اتحاد الكورة عندك لائحة النظام الاساسي للفيفا ولاتحاد الكورة فشايف انه فيه مخلفة فانت عشان كده قلت فيه مخلفة طب ايه اللي المفروض يحصل انا النهاردة هقول الحل ويمكن الكلام ده ممكن بيتقلل الناس لأول مرة بس الكلام ده على فكرة جالي من جوة قلب اتحاد الكورة من الشؤول القانونية في اتحاد الكورة لان اتحاد الكورة عارف ان في حاجة اسمها التزامات الاعضاء والاشخاص الطبيعيين والاعتبريين الاتحاد عارف تبقى للوايح ان فيه التزامات للأعضاء والاشخاص الطبيعيين والاعتبريين بمعنى ايه ان الاعضاء اللي هم الاندية لازم بيلتزموا بنطاق محدد طيب والاشخاص الطبيعيين اللي هم اللاعبين اللي بينضموا يعني بموجودين في هذه الاندية ومحسوبين على هذه الاندية فهل الاتحاد يقدر ياخد ضدهم قرارات اه يقدر ياخد ضدهم قرارات طب لما يبقى فيه نادي بيخلف ليحة الاتحاد ممكن ياخد قرار ازاي؟ ياما غرامة ياما انذار ياما ايقاف ياما منع افراد من هذه الاندية او من هؤلاء الاندية ان هم يتواجدوا على دكة البودلاء او يخشوا ملاعب او يبقى فيه قرار من المنع من المشاركة في اي نشاط رياضي كل داي حاجات ممكن الاتحاد ياخد فيها قرارات طب هل الاتحاد ليه الحق؟ كاختصاص في حل هذه المنازعات اللي الاتحاد ليه الحق؟ وما لو أحال الموضوع لاجلة الاندباط ليه؟ لانه مش فهم هو مش عارب بيحيل ايه المين؟ هو انا كاتحاد وطني انا كاتحاد الكلام ده على فكرة من قلب الاتحاد بس فيه ناس في الاتحاد ما بتتكلمش بتزكت ما بتقولش للاتحاد يعمل ايه؟ ما تفهمش مرضو الفكرة حد ذاتها ايه؟ بس انا كاتحاد لو عندي مخالفة في اللايحة مع الفيفا هل الفيفا بيحولني لاجلة اندباط؟ يعني تعالى مثلا كده الاتحاد المصري خالف لائحة الفيفا فهل الفيفا هيحول اتحاد الكورة لاجلة اندباط في الفيفا؟ لا ما بيحولش اتحاد الكورة لاجلة اندباط الفيفا بيعمل ايه؟ الاول بيبعط لك انذار تحذير وبعد كده بيقف النشاط وبيعلق النشاط لفترة محددة هل كل القرارات دي قرارات لاجلة اندباط؟ لا دي قرارات الهيئات القانونية داخل الفيفا مع الاتحادات الوطنية طبعاً دلوقتي كانت اتحاد وطني عندي مخالفة من نادي بيرامدز وعندي مخالفة من لاعب ينتمي نادي بيرامدز وأنا أقريت في خطابات رسمية أن اللاعب خالف أن اللاعب خالف مستني القرار إيه؟ قرارك على طول طالع بما أنك أنت اعترفت أنه فيه مخالفة إيقاف نشاط سحب رخصة توجيه إنذار إيقاف عدة مباريات اللايح عندك واضحة أنا مش عايز أقول المواد القانونية كمال عشان بيبقى شفاق حراجة أكتر من كده اللايح عندك واضحة أنت بتحول انضباط ليه؟ اللايحة الانضباط هتقول لك أنا مش عارف أعمل إيه لايحة الانضباط اللي عندي فيه مادة آه بتقول كذا بس العقوبة إيه مش واضحة لكن أنت كاتحاد عندك العقوبة واضحة يبقى لازم تاخد قرار النهاردة قبل بكرة هتقعد تسوي في القضية نشوف الانضباط ونروح للإستئناف خذ لك بقى شهرين ثلاثة طب وبعده القضية من شهر سبعة اللي فات يعني دخل على سنة والشكاو دي بقى لها ستة شهور والاتحاد كمان الدولي في بعض الأحيان يعني عشان ما يحركش المسؤولين يقول لك شأن داخلي خذوا بالكم الاتحاد الدولي برضو فيه حاجات بيحب يتعامل فيها وفيه حاجات بيحب ما بيتعاملش فيها بس لما بيحب ما يتعاملش فيها وما يسببش إحراج للمسؤولين يقول له شأن داخلي شأن داخلي يعني إيه؟ يعني يقول له خد قرارك الموضوع واضح مش يقول له لأ أنا مش شايف فيه مخالفة ده قال له شأن داخلي يعني عندك حاجة واضحة خد فيها قرار لأن بعد كده لو ما فيش حد عجبه القرار يروح على المحكمة الرياضية الموضوع واضح جدا وصريح جدا فهنستنى وهنشوف اللي هيحصل في الفترة اللي جاي كل دي الحاجات اللي الأهل اتكلم فيها سواء الكاس سواء الحكام الأجانب الدوليين موضوع الشيبي وحسين الشحات يعني تفاصيل كتيرة جدا اتقالت لكن عموما أتمنى الناس هو يبتناش بس الملفات دي في القنوات وفي الإعلام اللي نتمنى يكون إعلام محايد يتناول الموضوع بشكل زي ما احنا بنتكلم فيه مش تبقى للأهواء وللأغراض الشخصية حاجة أخيرة ولفتت انتباهي امبارح وانا حتى والله مش متابع بس انا قلت الناس على السوشيال الماديا بتتكلم عليها وانا دايما ما بحبش أذكر أسماء مش هقول زوملة يعني ما بحبش أذكر أسماء مزعين أو برامج ولكن واحد من الناس اللي بتشتغل في الإعلام الرياضي بقالها سنين طويلة لدرجة انو دلوقتي قلب الكورة والرياضة لبرنامج أماني وأغاني عارفين برنامج أماني وأغاني تسأل في الأغاني وتسأل في الفوزير وقتين ليه بقى أماني وأغاني وقال في ليلى وليلة وخلاص بعدنا عن الكورة سبنا مشاكل الكورة كلها والإعلام ممكن يقدم ايه للمنظومة وبنا نقضيها أماني وأغاني دلوقتي طالب بلح بتكلم بيقولك ايه؟ هو الأهل يعاوز حكام أجانب ليه؟ انت عندك دولارات تدفع للحكام الأجانب؟ يعني سؤال بس لحضرتك هو أنا طلبت منك تدفع انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ انت عارف انت بتتكلم على ايه؟ وبعدين ما انت قبل كده لما كنت شغال مع إحدى الأندية اللي كان عندها قناة في قوية والتجربة ما استمرتش نطلع بقى الفيديوهات القديمة وانت على مدار سنة كاملة أو من السنة وما كملش شهرين ثلاثة يعني عملت أقول حكام أجانب لدرجة ان نتدوري كله لمباراة هذا النادي اللي كان عنده قناة وقتها كل المباراة كان حكام أجانب وجم من أماكن غريبة اللي جالك من المجر واللي جالك ما عرفش من حتة كده في شارع أوروبا جنوب رومانيا وحتة كده عارف انت ايه؟ الفرز الرابع والفرز التالت حكام ما تعرفش جايين منين وقتها كان هو بيتزعم فكرة الحكام الأجانب بس وقتها كان عنده مصلح دلوقتي يقولك انت عايز تجيب حكام أجانب ليه هو الزمانك طلع بيان فانت بتقلد الزمانك فبتطلع بيان لا احنا مع الحكام المصريين احنا مع الحكام المصريين قابلك على فكرة ان احنا اصلا وقفين مع التحكيم المصري من قبل انت ما تعرف يعني ايه تحكيم واحنا دورنا مع الحكام المصريين الحمد لله كان ليه تأثير إيجابي وظهر في كاس الأمم والكل بيشهد بدا لكن احنا شايفين فيه غلط فبنتكلم على التحكيم الأجنبي اللي انت أساسا أكتر واحد بتدفع عنه وقت ما يكون لك مصلحة وبعدين دي هنروح بعيد ليه ما انت دلوقتي تتكلم في إحدى القنوات العربية وأحدى الدوريات العربية 90% المباراة من الدوري حكام أجانب تقدر تقول ليه المباراة دي بيجي لحكام أجانب والله ما تقدر ولا تفتح بقك ولا تجيب سيرة قصة الحكام الأجانب في الدوريات العربية ولكن انت دايما مشكلتك النازل أهلي أنا ما عرفش الأهلي عملك أزمة في إيه هل ممكن تبقى عايزة تبقى ترند أنا اللي عرفه خلاص بقى يعني السن والعمر والمادة الإعلامية اللي بتتقدم المفروض بيبقى فيها ارتقاء أفضل من كده لكن لما تتكلم في الموضوع اتكلم بناء على معلومة ما تبقاش بتتكلم وانت عندك مشكلة شخصية حتى لما تكلمت على التأجيلات قبل كده كان مشكلتك الأهلي طب دلوقتي الأهلي والزمالك 15 مباراة هل عندك تفسير ليه الزمالك لعب أقل من الأهلي عدد مباريات وتأجله كتير مش هيقدر يتكلم ليه لأنه مشكلته النادي الأهلي زي دلوقتي بتحكين طب ما الزمالك طلع بيان من حوالي أسبوع ما تلاقيتش اعتردت ليه لما الأهلي طلع بيان أو بيتكلم على التحكيم الأجنبي طلع بيعترض خلق للاعترد فقط على النادي الأهلي لكن يناقش قضية النادي الأهلي بيتكلم فيها ما يعرفش لأنه قلبها خلاص أماني وأغاني فاصل ثم نواصل أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند طبعا دلوقتي على فكرة فيه جلسة للكابتن حسام حسن مع الصحفيين جلسة مش مصورة ولكن ليه تصرحات توقعي حسب ما وصلي في دلوقتي وأنا بتكلم معكم على الهوى تصريحات نارية وللأسف فيها كلام كتير جدا مخالف لللوايح ومخالف للاتفاقات اللي كانتكلم فيها قبل كده مع الأندية عموما احنا مستمرين معاكم بالتأكيد لسه يوم الثلاث ويوم الأربع وهنشوف ردود الأفعال على التصرحات اللي خرجت لأنه أتمنى أن التصرحات تكون في سياق الاستعداد للمنتخب مش في سياق اللي احنا نعمل مشاكل في مرحلة صعبة جدا لمنتخبنا الوطني عموما احنا عندنا مبرامة على التراجي التونسي تعالوا نشوف الكتب في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بشأن استعداد الأهل لهذا اللقاء البداية مع حساب الوطن الرياضي قرار عاجل من مجلس الأهلي قبل لقاء التراجي في نهاية إفريقيا أنا طبعا كلمة قرار عاجل دي لازم تقلق يعني كلمة عاجل في اللغة الصحفية لازم تعرف إن وراها حاجة مهمة جدا أو حاجة خطيرة ممكن حد يتخذها في الفترة اللي جاية ولكن لما تيجي تقرأ الخبر هو في النهاية الهدف منك تقرأ الخبر وتشوف تفاصيله بس التفاصيل الخبر إن في اتجاه نكابتن محمود الخاصي بيكون رئيس للبعثة وإن أعضاء مجلس الإدارة هيكونوا مصاحبين لبعثة الفريق في مباراة التراجي التونسي خبر معتدين عليه دايما من خلال إدارة النادي الأهلي بيكون رئيس النادي رئيس بعثة بيكون مجلس الإدارة طالع بيساند الفريق ولكن طبعا صيغة الخبر عشان تفتح وتقرأ وتشوف إيه اللي بيحصل فيه إيه يا جماعة ولكن الحمد لله يمكن ما فيش أي مشكلة وإن شاء الله الأمور تكون طريبة بالنسبة للفريق حساب الوطن الرياضي أيضا كولر يحسم مصير ست لاعبين في الأهلي قبل نهاية إفريقيا أمام التراجي الكلام على مين بنتكلم على الشناوي ديانج مراوان عطية كوكا السلية أحمد عبدالقاتر طب هقول لكم كده اسم اسم السلية وديانج في التدريبات الجمعية بكرة وبعده بإذن الله ما فيش أي مشاكل ولا إصابات لقدر الله هيكونوا موجودين مع الفريق بإذن الله في تونس تبقى لرؤية مارسل كولر طيب أحمد نبيل كوكا كان شعر كده بتعب الفترة الأخيرة فإن شاء الله بإذن الله في التدريبات اللي جاية إن شاء الله بالنسبة في الماء هيكون موجود مع الفريق في تونس ما فيش أي إصابة مراوان عطية لما تغيرت في مطش بلدية المحلة كان عنده كدمة وعملت ورم في رجليه اليومين اللي فاتوا الدنيا هيدرت شوية بكرة في التدريبات الجمعية إن شاء الله موجود مع الأهل في رحلة تونس السلائع عبدالقادر زي ما قلت في دقائة الحلقة خمسين خمسين الأمر مش مؤكد لأن لسه هنشوف في التدريبات اللي جاية مدى استعدادهم ولكن إن شاء الله بإذن الله على مباراة العودة اللعبة دي كلها هتكون موجودة بنسبة مئة في المئة مع مارسل كولر طيب نروح لحساب بكورا بلس كولر استقر على إمام عشور عشور ومروان عطية وأكرم توفيق للدفع بهم أمام الترجي يعني كرة بلس سبق شوية قبل التدريبات ما تخلصوا قبل الأهل ما يسافر تونس وقالك دول السلاسي اللي هيكونوا في نص الملعب عشور ومروان وأكرم توفيق ولكن هننتظر لسه فيه ما يقرب من حوالي أربع تدريبات للفريق تلاتة واربعة وخميس وجمعة فطبعا لسه مدري على مسألة مين ممكن يشارك بشكل أساسي نشوف اللي بعده حساب اليوم السابع فحص طبي لمروان عطية في الأهل لحسب موقفه من التدريبات الجمعية ونطلقكم موضوع مروان عطية الكادم عمل التورم شوية في رجليه ولكن إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات بعد الراحل اللي خدها اليومين اللي فاتوا قبل الصفر إلى تونس آخر حاجة في التريند الأهل النهاردة عيد ميلاد بيرسي تاو نجم الأهلي تاو 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 بتم من النهاردة عامه الثلاثين ولكن بيرسي تاو مع النادي الأهلي وهو بيحتفل بعيد ميلاده وبنحتفل مع الإنجازات اللي حقاها مع الأهلي حصل مع الأهلي على دور أبطال إفريقيا على السوبر الإفريقي على الدور المصري وخد بطلتين كاس مصر ولعب مع الأهلي وخد مع الأهلي ثلاثة السوبر مصري وأفضل لعب داخل قرية إفريقيا العام عشرين تلاتة وعشرين في حفل جواز الاتحاد الإفريقي عيد ميلاد سعيد لأسد القلعة الحبراء كل سنة وانت طيب يا تاو طيب التريند المحلي وكان فيه تصرحات صدرت بالأمس من دكتور إهاب الكومي عضو اتحاد الكرة وتكلم فيها ونقالها موقع بطلات دكتور إهاب قال إيه؟ عن ربض الآلي خد مباراة الألمونيوم بدون الدوليين بيقول مثلما تتعاون الأندية مع المنتخب ستجد الاتحاد والربط يتعاونان معها في تأجيل المباراة بالدوري عندما تشارك في إفريقيا هذه علاقة متبدلة والله العظيم ما فهمت حاجة يعني اللي فهم حاجة يفهمني أنا مش فهم حاجة يعني أنا مش فهم يعني إيه؟ زي ما بنتعاون أو تتعاون الأندية مع المنتخب ستجد الاتحاد والربط هيتعاونوا معهم في تأجيل المباراة أنت اللي حطيت المباراة وأنت اللي عملت كاس من غير ما تبعت لايحة الكاس وأنت اللي قلت هتلعب بدون الدوليين بس الأجارب معاك ما فيش مشكلة منين رايح فين جاي إزاي؟ أنتوا جماعة اللي عاملين اللعباكة دي أنتوا اللي عاملينها ودلوقتي الحل عندهم يقول لك إيه؟ أجل للأهل والزمالك والبيرامد والأهل أصلا ما طلبش تأجيل ولما تأجل المطش ده هتحطولي بعد كده فين؟ وهتزنوني في المطشات ليه؟ مكفية الأجندة بتاعت ستة لما تخلص هارجع هلعب كل تمانية وربعين ساعة مباراة كل اتنين وسبعين ساعة مباراة من اتناشر ستة لاتناشر سبعة علعب تسع مطشات وسيبلي مطش بيرامدز آخر مطش اتناشر سبعة لعل لو عسى ده ممكن يكون مطش حاسم في ترتيب الدول الأول يعني حتى ترتيب المباراة نفسه مش في صالح الأهلي وملوش علاقة بالعدل والمنافسة فدلوقتي انت عامل مشكلة في موضوع الكاس انت اللي عامل الأزمة وانت اللي صدرت الأزمة ما هي مشكلة الاتحاد فيه ناس جوه الاتحاد فكرة نفسها ان هي بتفهم وما حدش بيفهم غيرها فكرة نفسها ان هي بتعرف تعمل جدول دوري وما حدش بيعرف يعمل جدول دوري غيرها هيدي المشكلة الناس اللي في الاتحاد هو مجلس دارة بس هل عنده ادارات بتشتغل؟ لا ما عندوش الحتة دي بتاعته أنا اللي اشتغلها وواحد تاني واخد الحتة دي بتاعته أنا اللي اشتغلها وواحد تاني واخد الحتة دي بتاعته أنا اللي اشتغلها اللي ماسك منتخب أول واللي ماسك الأولمبي واللي ماسك مسابقات والليل علاقة بشؤون اللاعبين طب الإدارات الموظفين الجهات اللي شغالة حدش بيشتغل وكل حاجة أصلا مش غلط الاتحاد ده من ساعة ما تم انتخابه ما فيش حاجة واحدة عملها صح إلا التأهل للألعاب الأولمبياء في باريس ولسه ربنا يصر على نتائج هناك لكن منتخب أول فشل منتخب شباب فشل منتخب ناشئين فشل كرة الصلاة فشلوا ما تأهلوش كاسعلم لأول مرة منذ سنوات طويلة الشاطئية فشل تنظيم الدوري غلط تنظيم الكاس غلط مشاكل قانونية في الاتحاد كتيرة تلات أعضاء في الاتحاد استقالوا آه في ناس استقالت إيه التخبط ده كله ماشي نشوف اللي بعده المصر الرياضي تصرحات أيضا لإيهاب الكومي يكشف سبب أزمة الآله مع حسام حسن قالك إن جهاز المنتخب عايز ياخد اللعيبة أربع أيام إضافية في المعسكر القادم لتطبيق أفقاره مع اللاعبين لأن مباراة مركينة مهمة للغاية ما احنا عارفين مباراة مركينة مهمة للغاية والمطش يوم ستة والأجندة يوم تلاتة بس انت مش عايز تاخد اللعبة من يوم تلاتين انت عايزه من يوم تمانية وعشرين أو سبعة وعشرين كمان الأهل يلا مع الترجل خمسة وعشرين يرجع الفريق يريح ستة وعشرين سبعة وعشرين مع المنتخب يعني سبعة وعشرين خمسة تمانية عشرين خمسة تسعة عشرين خمسة تلاتين خمسة واحد وتلاتين خمسة واحد ستة اتنين ستة اسبوع كامل قبل الاجندة مش اربع ايام يا جماعة طب اللعب دي مش لازم تريح طب مش فيه اجندة ما هو الفيفة عامل اجندة دولية لاني لها فلسفة ليه جهاز المنتخب الحالي ليه فلسفة مختلفة يا جماعة ادارة المنتخبات والتدريب ما بقى ازاي عقلية زمان انت عندك الاجندة يوم ثلاثة قدرت الحمد لله تغير معاد ماتش بركينة بدل سبعة بقى ستة رغم ان انتوا اساسا في البداية ما كنتوش مركزين وخليتوا الكافو اللي فيه فيحط الماتش سبعة وعشرة خليت الماتش بقى ستة كويس بقى عندك مساحة حرية ما بين ماتش ستة وماتش عشر عشان تقرف تسافر وتلعب في غنيها للسوقية لكن المحترفين معك من امتى؟ من يوم ثلاثة ليه مش من يوم اتنين ولا واحد لان فيه اجندة دولية فيه لايحة هتقود لعبة الاهلي ما انت بتضر الاهلي ما انت عملت كده في مارس وانت في مارس لما اللعاب اللي لعبت معك وفيه لعبة تعورت والالك اللي عنده مباراة مهمة جداً في افريقيا وانت بتلعب مباراة ودية هل وقتها حطيت مصلحة الاهلي معك؟ لا محطيتش مصلحة الاهلي فكرت في مصلحتك الشخصية احنا مع المنتخب والاهلي على مدار تاريخه وفي كاس عالم قندية سب لعابته لعبة مع المنتخب ده منتخب بلدنا ما حدش هيزايد علينا ولا حد هيزايد على النادي الاهلي ولكن الاهلي بيلعب باسمه مصر فما حدش يشتغل ويفكر لمصلحته الشخصية دون وضع اي اعتبارات اخرى المشكلة اللي مصارى دلوقتي انا شايفها مشكلة شخصية مش مشكلة منتخب مصر لان الكابتن حسام دايما بيفكر فيها بمصلحته الشخصية مش بمصلحة منتخب مصر مصلحة منتخب مصر اللي عيبة تخلص ماتش الترجي تريح ثلاثة اربعة يام وتاخدها على الاجندة اوام تلاتة ستة وبعدين هتعلم لعبة دولية كبيرة ازاي دلوقتي مش عارف اخر حاجة بريرا يرفض طلب الاهلي باستدام حكام اجال مباراته في الدول الجزء اللي اتكلمت فيه وانا اقول لكم في النهاية ده قرار اتحاد كرة مش قرار بريرا نروح للمشاركات سريعا السؤال اللي طرحنا راييكم في طلبات الاهلي استاذ جمال بيقول طلبات مهمة جدا اتخرنا فيها بس مع الاسف الاتحاد مش هيعمل اي حاجة اتمنى من ادارة الاهلي التمسك بحقنا ونروح للتحكيم تحياتي لي يعني نكس وضوع التحكيم كمان صدر عبدالله بيقول مسائل خيرة هي طلبات ممتازة رائعة لكن هل اتحاد الكرة سينفز هذه الطلبات ام لا السؤال الاهم هل هناك اتحاد كرة اساسا اذا لم ينفز الطلبات ماذا سياف على الاهلي هذه الطلبات تأخرت كثيرا خصوصا قرارات اللي جانت تابعة لاتحاد القرى مثل الانضباط والاستناف ولجمة الحكام الناس عيش الحدث وعرفة استاذ علي بيقول الاهم من كل ده التمسك بالمطالب يا استاذ محمد بإذن الله ان شاء الله يكون فيه تمسك للمطالب والاهلي اكيد بيستمر في نفس المطالب بدليل حتى موضوع نهاية افريقيا الاهلي بيتكلم فيه حتى بعد مرور سنتين والغاية دلوقتي مش عارفين مين المتسبب في هذه الازمة ولم يتخذ ضده اي قرار في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء